اذا ايكم عملين ايه فيديو جديد وفيديو النهاردة هيكون منتجات نينجا سعرها اقل من 20 جنيه انا جايبا لكم حبيت حاجات حلوين كده هنعمل عنهم ريفيو لان معظمهم منتجات مفعولها خطير والافكت بتاعها عالي جدا بالنسبة لسعرها فلو انتم مشتركين في القناة انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تحمسوني ان انا اعمل لكم بورت 2 هيكون برضو منتجات نينجا بس سعرها اقل من 30 جنيه وكمان لو اعجبكم الفيديو ده اعمل لكم اجساء كتير جدا متتكلم عن نفس الموضوع كلها منتجات نينجا هيكون سعرها اقل من 20 جنيه او 30 جنيه او 50 جنيه فلا هنتي مهتمة بالموضوع كملي معا الفيديو اللاخر اول حاجة هو الكريم ده من بروند ايفا لاين ايفا بي وايت الكريم ده المفروض انه هو الترتيب تحت العين الكريم ده خطير جدا جدا فعلا مرتب ومتاز لتحت العين ويعتبر من ارخص المرتبات اللي انا استخدمتها وفعلا كان الايفاكت بتاعها كويس هو كان سعره انا جبته بالضبط ب 17.5 بس بعد كده لقيته في السيداليات ب20 جنيه انا كنت جابه من على سوق قبل ما يبقى امازون يعني وكان سعره 17.5 بالضبط فيوم ما يغلق خالص هيبق ب20 جنيه ودي اقل قيمة انا لقيتها لمرتبات العين فعلا بيرطب كويس جدا تحت العين وانقدرش نقول انه هو بيشيل الهالات السوداء بس هو بيساعد جدا في ان العين يكون مظهرها كده من تحتها مظهرها صحي اكتر ومظهرها يكون مترتب مش جاف كده وما فيهوش مثلا متشقوقات او ما فيش عروق طرعة هو بيلطب جدا منطقة تحت العين وبيرطبها كويس قوي ونقدر نقول ان 50% من اسمرار اي مكان هو اللي ترتيبه فعلشان كده لما نرتب كويس بالمرتب ده ونستخدم المرتب تقريبا مرتين في اليوم او مرة كل يوم بالليل هيبدأ الاسمرار بتاع الهالات او اسمرار ما تحت العين عمتا يبدأ ان هو يروح تدريجيا بس هو مش بيعالج الحفر مثلا اللي ممكن تكون تحت العين او كده لو حد عنده الحفرة دي مش هتساعده او ان هو يتخلص منها بس هو بس لو حد اهمل شوية في ترتيب تحت عينه او كان بيزهر كتير او بيزكر او بيشتغل كتير ويحتاج مرتب لتحت العين فالمرتب ده هيكون كويس جدا جدا وسعره 20 جنيه سعره برضو جميل جدا وانا شخصيا بيستخدمه يوميا بقالي فترة طويلة ومعمليش اي حاجة وبحبه جدا تاني حاجة المرتب ده بتاع مايوي هو مفروض ان هو بادي لوشن للجسم كله بس انا الباكت جي كده وشكله بخليني يستخدمه كهند كريم ترتيبه يعتبر متوسط فبالنسبة لان هو يستخدم للإيد يعني يعتبر ترتيبه كويس جدا للإيد انا عندي منه التلت روايح دول اول ريحة دي اسمها جوردن ريحة وروض كده شوية تاني ريحة دي بالتوت تالي ريحة دي بانيلا البانيلا تقيلة شوية ينفعنيات استخدم في الشتاء فلو هنتكلم دلوقتي على الصيف الرحتين دول هيكونوا حلوين جدا للصيف التوت وجوردن رحتين جمال جدا جدا وسببات الريحة فيهم جميل قوي برضو وكمان ترتيبه يعتبر متوسط ترتيبه مناسب قوي لان هو يبقى ترتيب للإيد يعني بيستمر الترتيب فترة محترمة في الإيد ممكن كذا ساعة خمس ساعات مثلا من بعد الترتيب انت ايدك استرمت ركتبة كمان ايدك فيها ريحة الهند كريم ده فأنا بحبه جدا وبحب ان انا رطب بي ايدي سعر الواحد منهم كان حوالي عشرين جنيه فهو برضو جميل جدا بالنسبة لسعره وانا بحبه اوه الحاجة اللي بعد كده هو البيلوف ماسك ده بتاع ستاركي ده ماسك الفحم من ستاركي بحبه جدا برضو سعره عشرة جنيه بيشيل الجلد الميت وبيشيل البصور او البروز اللي ممكن تكون سودا او بيضة في الوش فهو بينضف الوش بطريقة محترمة كمان كون ان سعره عشرة جنيه سعره يعتبر جميل جدا بالنسبة للافكت اللي انا بشوفه منه فانا بحب جدا البيلوف ماسك ده تحديدا بتاع الفحم كنت برضو مجربة من ستاركي البيلوف ماسك بتاع الدهب وكنت عامل للكو بيريفيوه قبل كده بس قلتلكم انه مع جميش علشان كان سيئل قوي وبحسه بيرهج جدا البشرة وهو بتشد بيشد معا البشرة ممكن اصلا يعملها تراهر فماسك الدهب ما عجبنيش اللي عجبني ماسك الفحم وده برضو بينضف البشرة كويس او الحاجة اللي بعد كده هي البودرة دي دي بودرة جسمي من مايوي برضو اسمها عبير الزهور البرية ده اسم الريحة يعني رحتها جميلة قوي 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 رحتها نعمة جدا جدا وهدية قوي وبناويتها عسطول خالص انا بستخدمها برضو باستمرار بقاني فترة طويلة برضو بستخدمها بتحطها في اي مكان فيه سنايات في الجلد سواء في الاندر ارم او تحت السدر او بين الفاغدين اي مناطق فيه احتكاك بتقلل فعلا من الاحتكاك وبتمتص العرق اللي بيحصل في المكان ده وبتقلل من احساس الحكة او الالتهاب لان هي بتمتص نسبة كبيرة من الرطوبة اللي ممكن تفرز من الاماكن دي وكمان بتخلي ريحة الجسم حلوة بتحسس كده بالانتعاش وبين المنيئة دم يعني نظيفه والجسمه نظيف وريحته حلوة فانا بحبها جدا جدا وبحب تحديدا الريحة دي وسعر البودرة دي كان حوالي 15 جديد المنتج اللي بعد كده هو حمام الكريم ده بتاع كليو باترة اللي بالشاي باتر الحمام الكريم ده ممتاز قوي في الترتيب يرتب الشعر كويس جدا ترتيبه قوي قوي ممتاز جدا للشعر الجاف بس مشكلته انه هو قوي شوية على الشعر فممكن لو حد شعره فتلته رقيقة ممكن يتسبب له شوية في انه شعر ويسقط فعلشان كده خدوا بالكو قوي ان انتو ما تحطوهوش خالص على الفروة ما تخلوهوش يلامس الفروة ابدا دايما رطبوا بيه الاطراف بس والباقي التريس اللي في اتكو وباقي كده حمام الكريم في اتكو يمشوا بقيه على الشعر من فوق لكن بلاش تخلوه يلمس الشعرية او يلمس الفروة نفسها منبت الشعرية يعني كمان بلاش تسيبوه فترة طويلة على الشعر يعني كفاية ربع ساعة او تلت ساعة دي هتكون فترة كافية جدا انه يرتب الشعر كويس ودي في حالة ان انتو تكون شعرتكو فتلتها رقيقة علشان ما يتسببش في ان يحصل سقوط للشعر لكن في دون كده هو كويس جدا وممتاز قوي ترتيبه قوي جدا ومناسب جدا لاصحاب الشعر الجاف والتالف والهايج سعره كان 20 جنيه بالضبط المنتج اللي بعد كده هو الكريم ده الكريم ده اسمه كريم ديليكيت بالصبار والخيار انا بحب الكريم ده جدا جدا سواء الريحة دي او باقي الروايح فيه منه بالبي سري وفيه منه بجوز الهند وفيه منه بالكاكاو تقريبا او بالكاكاو كلهم كلهم ريحتهم خطيرة ترتيبهم ممتاز قوي 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 جدا فعلا سواء صيف او شتة انت ممكن تستخدمي الكريم ده وتعتمديه كلوشن بتاعك بتاع جسمك فعلا ترتيبه قوي وترتيبه بيستمر في الجسم فترة وريحته كمان جميلة وسعره كان رخيص جدا سعره كان 18 جنيه لانا بحبها قوي المنتج اللي بعد كده هو غسول الفم ده اسمه بيفرش الغسول ده كويس جدا جدا وناسب قوي لتعقيم الفم وبزدات علشان الصيام واحنا بنوعات فترة طويلة مفيش حاجة بتدخل بققنا ففيه ناس ممكن روايح بققها تغير فالغسول ده حل وقوي قوي انا بستخدمه مرة كل يوم بالليل بس قبل الصيام بمضمط بي بقق ايه هو مكتوب عليه انه هو بتمضمط دي البق يعني 30 ثانية يوميا مرة صبح ومرة بالليل بس انا بتكون كفاية معي اوي مرة هو فعلا قوي اوي بطعم النعناع القوي هو اسمه كده طعمه طعم النعناع القوي فيه منه طعم تاني طعم النعناع بس وفيه طعم القرونفل فلو حد بدايق النعناع بلاش يجيب النعناع القوي ده ممكن يجيب النعناع العايزي او القرونفل اللي اتنين هيكونوا اهدى شوية بس النعناع القوي ده فعلا بيقتل كل البكتيريا والجرسيم اللي في البقق وبيحافظ فعلا على ان ريحة البقق ما تغيرش فترة طويلة تجهد يعني توصل عشر اتنشر ساعة من بعد ما تستخدميه فانا لما بستخدمه ما بحتاجش اصلا ان انا رش اي حاجة ببقق طول فترة الصيام هو ده بيبقى خلاص كفاية كده بس لو حد مثلا ريح البقق بتكون اقوى شوية ممكن يستخدمه مرتين مرة قبل الصيام ومرة بعد الفطار ده هيساعد ان البكتيريا اللي في البقق تتقتل بسرعة ويقلل كمان من ظهور البكتيريا فيقلل من ريحة الفم الكريهة سعر الغسول ده كان بالضبط 13 جنيه ومجبيه من اي صيدالية متوفر في كل الصيداليات وكان حلو جدا جدا مناسب قوي لجميع الاعمار هو بس كانت مشكلته معي في حاجة بسيطة جدا ان هو كنت بحسه بيعملي شوية حموضة سنة في الزور هو ما بيتبلاش بس مجرد ان انا مكنت بحطه بوقي وممضمط به بستمر مثلا 30 ثانية بمضمط به كنت بحس ان هو فيه شوية حموضة هنا بس بتروح بعديها مثلا بعد ساعة او ساعتين وده اعتقد بسبب ريحة النعناع القوي دي فالمرة الجاية ان شاء الله هجيب مثلا من القرنفل علشان اتفايد القوة بتاعته دي بس هو جميل جدا وسعره كان 13 جنيه حاجة كمان ده بتاع ستاركي هو فعلا جميل جدا وبيقشر كده الجسم كله مش بس الوش او اليد بيقشر الجسم كله بنسبة فعلا كويسة وبيشيل كل طبقات الجلد الميتة اللي ممكن تكون على سطح الجسم بس في حالة ان حد يكون بشرته جافة او عنده ستروبر سكن او جلد الوزة ده بيحتاج سكراب اكوى شوية من كده فممكن يستخدمه هو برضه انا بشخصين بعمل كده وبعدين يحط على العلبة كلها معلقة او معلقتين سكر يعني تفتحيه كده وتحط زودي عليه معلقتين سكر وتقلبيهم ده يخليك تقوي شوية الحبابات بتاعت السكراب اللي انت بتستخدميها فيساعدك في عملية التأشير ان هو يشيل طبقة اعمق من الجلد علشان طبقة الكرياتين اللي بتكون متراكمة على سطح الجلد بسبب وجود جلد الوزة ده لكن هو مناسب قوي لمعظم انواع الجسم ومناسب جدا كمان لو انت هتعمل سكراب لوشك ولو ان انا مفضلش الموضوع ده علشان ده بيقزي البشرة على المادة البعيد فهو جميل قوي قوي وكمان فيه زي مادة كده بتعتبر شوية كماسك يعني بتتحط لما بعد ما بتعملي السكراب وبتفرديه على جسمك كله بتسيبيه شوية بتحسي كده ان هو الجسم بيشرب السائل اللي موجود جواه ده اهو السائل ده مع الوقت كده لما بتسيبي جسمك يشربه وبيرطب جدا الجسم وبيخلي الجسم نعم بعد استخدامه فهو بيعمل سكراب بيقشر وبيرطب في نفس الوقت فأنا بحبه جدا اخر حاجة هو الكريم ده اسمه كريم كعب الغزال من شركة مايوي برده الكريم ده جميل جدا جدا بيورد البشرة والجسم وكل حاجة توريد طبيعي قوي بصوا ده لونه من جوا هو بس مكبوب بس ده لونه يعني من جوا لونه جميل جدا جدا لونه وردي فعلا وبيدي كده تريس جميل قوي لما بتحطي سواء على الكعبة او على لو بتحطيه مثلا على وشك وعلى شفائك وغدودك بيدي فعلا توريده طبيعية وتحس ان هي دموية حققية كده مش فيك خالص وثباته يعتبر كويس جدا لان انا ممكن بحطه على خدودي بيفضل مستمر معي طول اليوم فثباته جميل قوي وسعره كان 10 جنيه فبس كده ده كان بارت وان بتاع النهاردة دي كده كل المنتجات اللي انا عرضتها لكم دي سعرها اقل من 20 جنيه او 20 جنيه بالضبط كلها منتجات جميلة جدا والايفكت بتاعها فعلا عالي ومقارنة بسعرها سعرها يعتبر رخيص كلها سعرها من 20 جنيه ويمكن اقل فلو انتو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ده نزيلوا وعملوا لايك وكمان تفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة لو انتو مش مشتركين وتتبولي قاية عليه في الكومنتس عايزين تقولهولي علشان تحمسوني ان انا عمل لكم بارت تو هتكون منتجات باردو من رخيصة ونيجا بس سعرها اقل من 30 جنيه وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جاي كتير سلام